من ضمن الاسئلة استاذ مصطفى انا عملت انترفيو بانك سيا بيو كل حاجة كانت ماشية تمام وخلصت وبالفعل بعتول اميل مفادوا ان كل الاختبارات كانت ايجابية وانه اه سعداء بحضرتك بس مش هنقدر ننقلك الخطوة الجاية ونحط حضرتك لالهولد. لحين فتح الوظيفة المعنية مرة اخرى ده معنى ايه لو سمحته هل في امل يكلموني ولا مفيش خالص وتصرف ازاي. طيب اه في عرف الشركات في الوقت الحالي بيعملوا حاجة اسمها تالنت بول او بول تالنت ايه مكان. دي معناها ايه? معناها وعائل مواهب. بمعنى ان الشركة او المؤسسة او اي كان من مكان ما بقاش دلوقتي بياخد الريسك ان في موظف يمشي ومش لقي بديل او لسه هعمل او عملية تعيين ومش هعمل عملية تعيين آآ اقلب. يعني مش هجيب واحد وقلبه كده ودخله على طول. فعادة بيتبقى عملية تعيين طويلة جدا آآ زي ما حصل معاك وامتحناتها الاخر. طيب اللي بيحصل كالتالي انه لو الوظيفة دي بقت شغيرة بيتواصلوا معاك وتعالوا يلا اشتغلوا على الفور. ده بيحصل? بيحصل. بياخد وقت بياخد وقت ممكن احيانا طويل جدا. فنصيحتي وده آآ نصيحة ليه كا كيمو. آآ بلاش تعيش على امل انا اتشتغلت والفرصة ضعت لا ما ضعتش ولا حاجة اشتغل اي حاجة متاحة ابدأ اشتغل عارف حد اشتغل في بنك يعني ما كانش في بنك اشتغل في شركة كده لمدة سنة وعاوز اقولك بعد سنة اتصل بيه قالول يلا شف سنة كاملة فانت لو السنة دي عادت او انا مستني وخلاص هتصل بيها دلوقتي وتفضل بقى عايش في اوهام. لأ اشتغل اي حاجة متاحة كل سنتر وقدم تاني على وظيفة بنوك تانية ولو جات لك اي حاجة اشتغلها لان انت هنا لسه ما مضتش العقد اول ما تمضي العقد يا رفعت انك اشتغلت ببنك سي اي بي غير كده ما تتعشمش في اي حاجة وانت كويس وانت حمضي العادت وكل حاجة ولكن ده فكر وآآ نظام عالمي موجود ومطبق في العديد من الشركات وان شاء الله اول ما هتكون فاضيع سواء في سنة سنتين اي مكان من وقت هيتصلوا بيك يعني هيتصلوا بيك وشوفنا حالات زي دي اكتر مرة جت لي في هذا الموضوع لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد